السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا باخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم اجبت لكم واحد الوصفة سهلة ولكن كنت نفعل لجميع الاعمار وخصوصا الاطفال الصغار خصوصا الناس الكبار يعني اي واحد كيتعرض لبزاف ديال الامراض ما كتفقاش عنده المناعة يستعمل هاد الوصفة والتمن ديالها دي هاد العشبة اراه التمن ديالها رخيس بزاف غير جوجدرها ما يعطيك واحد الكمية كثيرة هنا رغير هاد شوية غديعطينا غير قيمة واحد المية العقيلة لطحنه وغربنا اش كيتقديرنا هاد الوصفة هاد الوصفة يستعملو هالناس لعنهم فقر الدم الحاد يعني كيكون الخزان ديال الحديد نازل بزاف يستعملوا هاد الوصفة وهاد الوصفة غديستعملو هالناس لي فيهم بوصفه غدي نقول لكم الطريقة بايش غدي يستعملوها كذلك الناس اللي الوجه ديالهم دائما اصفر والي يشعر بالسخفة والو يكون ناعس ومرتاح فاشبغي نوت يشعر بالسخفة ويشعر بالارهاق والتعب وهي تنظم لنا الضغط يعني ان الان يكون الضغط مقاد ما هو طالع ما هو نازل وصفة زوينة وهنا غادي نوركم حتى الطريقة باش يدروهم ملي مرض السكر هاد الوصفة ترفع لنا الماناعة كاتو اللي عندنا الماناعة قوية وما كان قوش نتعرضو بزاف ديال الامراض غادي نشوفو هاد الوصفة ونشوفو هاد المقوين هو اشنو هاد المقوين كيف ما قلتلكم كانش راهوه الخاص هو الفوة كاتو مشي عند العطار غادي تقولي لي اعطاني الفوة غادي اعطيها لك اهنا خديت هاكدا واحد شوية اللي غادي اطحنتو وغربلتو غا اعطاني قيمة ملعقة كبيرة ديال الفوة انا درجو هنا في الطحان وطحنتو ومن بعد غادي نغربلو في شي صفايا انا غادي نغربلو هاكدا في الصفايا باش ما يدوزليش هادك هادوك العويدات ذاك الكوش اللي فوقهم الفوق كتبقى بحال شكل ديالنخالة ما كتتطحنش صافي باش تبقى عندي نيلة المكون ثاني اللي غادي نضيف هو الحبوب ديال الشياء او زريعة الشياء هاد الزريعة راه هزوينة بزيف ندلوها دائما تكون عدنا في المنزل خصوصا الناس اللي هي اكبار فلاج وكيتعرضوا الامراض وكذلك بالنسبة للشباب اللي كيبغوا ينحفوا ويحيدوا الكوليسترول وكنعرفوا بان راج الشحمة والدهنية ديال البطن راهية لأسباب بزيف ديال الامراض من بينهم الامراض ديال الضغط والامراض ديال السكاري اذا نستعملوا هاد بودورشية كترفع لنا المناعة كذلك بالنسبة الاطفال الصغر اللي كيكونوا كيتعرضوا بزيف لذلك الحبوب اللي كينوضف الجسم ديالهم واللي كذلك الحلاقم او اللوزتين احنا كنقولولي بالدريجة الحلاقم هنا اخديت هادك الملعقة ديال بودورشية وطحنتها وغادين نضيفها تاية ولكن هنا ما غاديش نغرب لها المكوين الثالث اللي غادين نضيف هو الزنجلان او السيمسيم السيمسيم راهزوين بزيف كيعطينا واحد طاقة وكيرفع لنا المناعة كذلك بالنسبة الناس اللي كيعانيهم من فقر الدم راه كيرفع لهم المناعة وكذلك كيف تحنا الشهية وكيعطينا كيف ما كنقولو يقدرو يستعملوه الناس اللي كيكونو نحب في الجسم ديالهم كيعطينا واحد شوية ديال ماشي السومنة وانما كتحس بانه ما تيبقاش ما تيبقاش واحد ناحيف اذا من بين الاشياء الوحدة يلا بغت تغلط ندير هاد السيمسيم بحال هكذا وتطحنوه وديرو في الياورت وتاكلوه في الصباح وفي الليل هنا درت هكذا هاد الكيمية ديال الزجلان او السيمسيم انا درت هنا ثلاثة ديال ملاعق صغار ولا ديروا ما بين ملاعق ونصف حتى الجوج كبار ديال الزجلان وهنا هادول اللي وريتكم هما حبوب اللقاح حبوب اللقاح راهم هما المناعة هما المناعة يعني خصوصا دريال الصغار كيجيوهم بزف الحلاقم وعندهم فقر الدم ديروا ليهم حبوب اللقاح ديروا ليهم البروبوليس ديروا ليهم العصر الحر خلطهم وبقوش اعطيهم من الصباح الصباح ومن الليل الليل را كترفع المناعة مزيان هنا غادي نخوض هنا واحد ملعقة صغيرة ديال حبوب اللقاح وغادي نطحنها حتى هي نحاول باش نطحنها مزيان الى ما عندكم الشي طحنه اللي كيتطحن مزيان الشي مهراز ديالنحاس غسليه ونشفيه وغسليه مزيان حكيه ونشفيه وطحني فيه صافي طحن تحبوب اللقاح وغادي ندوز هنا يا المكون اخر اللي هما كيفما كتشوفو الشوفان انا هنا عندي الشوفان لالورقة ديالو غليضة انتم ما تقدروا تخدوها تشوفان ولا الشوفان اللي تكون ارقاق ولا الخرطة اللي هو الشوفان يكون باقي حبه بحال شكل ديالشعير اي حاجات قدروا تخدوها اي حاجات قدروا تخدوها اه طحنوه وغربلوه وصهدوه في المقلع اهنا انا هاد شوفان انا عندي هاد الكمية اللي في القرعة عندي انا اراني محمصها فوق المقلع هادي تشوفوا الفرق ما بين هادا اللي محمص وهادا اللي غير محمص هادا غير محمص وهادا محمص حاولي باش تحمصيهم زيان باش يطيب باش ما يبقاش خضر لان الشوفان رب حلوه بحال القمح بحالو بحال الشعير الى السهل كناه واخضر غادي درنا الاسهال اهنا غادي نخد جوج ديال ملاعق كبار او متوسطين جوج ديال ملاعق متوسطين وغادي نطحنوه من حتى ومم زيان وإلا كان عندكم الزوان استعملوه احسن طحنوه وغربلوه ديرو منو جوج ديال ملاعق هكذا متوسطين هادوما المكونات انا عندي الزوان ولكن ما بغيش نعطيكم المكونات ندلكم مكونات كاملين خاصة كأنك تشريهم وخصوصا الزوان كتبقوا يقلبوا علي البنات لانا فدرت بواحد الوصفة زوينة بالنسبة للبشرة وبقوا البنات منين غا نشريهم من عند من هادي الزوان اللي ما كانش عندكم فرحيبة ما كيتبعش فرحبة ديال القمح شريهم من عند هادوك اللي كيكونوا كيبيعوا العصافر والاكل ديال العصافر هو دك الزوان طويل اللي كيياكلوا العصافر صافي انا هاد مكونات كلهم بدرتهم فزليفة كبر وخلطهم مزيان لانك غا تبقى تخوضي منهم غير واحد الملعقة هاديك غا دي تكتاصة ولا قرعة غدا تسديها وتبقى في المبغيتي واحد شوية تجي تخوضي المبغيتي تستعملها للوصفة وتخوضي واحد الملعقة انا هناخدي جوج ديال الكيسان هاد جوج ديال الكيسان غا ندير فيهم البناتي بجوجات وغا دي مقول لكم كيفاش تديروا بالنسبة للموالين مرض السكر رازوين بزاف بالنسبة للموالين مرض السكر هنه قدرت البنتي بجوجات تعالاش واحد غا دي ندير فيها العسل واحد ما غا ديش ندير فيها العسل بنتي صغيرة ما كاتبغيش العسل هنه احسن العسل انتو مخصكم تديرو عسل يكون حر يعني ديال نحل هنه بالنسبة لي انا انا كنخد العسل ديال تغمص وبعض الخطرات انا ما لقيتوش را كنخد واخر غير العسل ديال الليمون مهم يكون العسل ديال نحل ميكونش عسل غا ديتشريو من عند شي حد اللي يكون مواتق منهم ولا من عندك اه الناس اللي كيصايبوا هكذا العسل الحر وكيبيعوه مهم تكوني اعرفها بانه عسل ديال نحل واحد اذا ديت فيها مع العقة صغيرة ديال العسل تغمص وواحد اللي كيفما قلت لكم بنتي صغيرة ما كاتبغيش تقول ليالعسل وغدا نضيف عليه هنا الماء الضارجات الغاليان كاتشوفو راس سبولة كيفما كنقولو خرجة منو وهاد الكيسان راهم قياس ديال الكاس ديال العنبة هما في الاصل راهم كيسان ديال العنبة ولكن معكا نديرهم في الماكينة ديال الماءان حيدت منهم ذاك الزوقة اذا انتم اخدوا كاس ديال العنبة غديروا فيهم ملعقة صغيرة ديال المكونات كاملين وغدا تضيف عليه المالكة وكون واصل لدرجات الغاليان وغدا تغطيه فاش غدي تغطيهم إلا كنتي مثلا بغيتي تشربهم هما كتشربه خس كتشربه مع الصباح بكري قبل ما نفطر بحل نصف ساعة او لا في الليل فاش بغيت ناسي إلا كنتي بغيت تشربه مع الصباح صايبه في الليل وغطيه اهنا كنوركم هاد زليفة هاكدا هدي تصدو عليها وتخليوها ولا تديروها في شي قريعة هاكدا ديال الزاج ما تديروش في البلاستيك لأنها فيها حبوب اللقاح ما تديروش في البلاستيك وتصد عليها بحال كدا وتخليها حبوب اللقاح حيلا كانوا ممطحونينش قدروا يبقوا في البلاستيك ماشي مشكل ولكن لطحناهم ورعب حالهم بحال العسل ما نديروش في واحد القريعة ديال او لا في واحد الانية ديال بلاستيك قلت لكم إلا كنتي بغيت تشربه في الصباح تصايبه في الليل وتخليه حتى تصبح تحركيه مزيان وتشربه ولا تعطيه الوليد ولا تعطيه نشي حد اللي محتاج لي هاكدا في الأفراد الأسرة ديالك وهدك اللي غدا تشربه في الليل غادي تصويبه بالنهار وتخليه حتى الليل حتى يبغي ناس وكتعطيه فاش كي يشربه كي يشربه ويشرب فوقه الماء ضروري ضروري ما يشرب منه فوقه واحد الكاس اخر ديال الماء يكون هاكدا قد الكاس ديال العنبة مش غير جوج غيمات هلاش لاننا دايرين فيهم البذور ديال الشياء حبوب الشياء كتحتاج اننا الاخدينها سهل كنا نشربه فوقها الماء بالنسبة الموالين مرض السكر هادو بالنسبة الناس اللي عندهم بوصفير اللي عندهم المناعة قليلة اللي كيعانيهم من اللي يزونجين من الحلاقة جميع الامرات مهم هما جميع الناس اللي كيتعرضوا بزاف ديال الامرات يديروا هاد الوصفة ويشربوها بحالك ده واحد المدة ديال عشر ايام ديال عشرين يوم ويشربوها بالنسبة الموالين السكر ما يديروش حبوب اللقاح حبوب اللقاح حلوين وما يديروش العسل يديرو نفس الوصفة ويشربوها في نفس الوقت ما يديروش الحبوب ديال اللقاح وما يديروش العسل ولو يكون حر وهاد العشبه ديال الفوه الناس اللي عندهم بصفة مثلا ف هاد المنطقه ديال الصحرا الناس اللي عندهم بصفه كيشيريوا الكبدة ديال الجمل والكبدة ديال الجمل ما يطيبوهش كيشويوها فاش كيشويوها كيشويوها غير شوية لحقش يديرو بحاج شكل ديال الكلامار قدمى شويتها قدمة كتعصو وكتبقى ما كانتندغش نهائيا اذا كيحديروها فوق النار مجهدا غير واحد شوية وكيحيدوها وكيدردروا فوق هالفوة اللي كتكون مطحونة ومغربلة وكيعطوها لذاك المريض بمرض بوصفار هي كتعاونه احنا ما كنقولوش ما ديرش الدواء لا دائما دير الدواء ولكن كنعرفوه لأنه كيكون فيه بوصفار كيكون كيعاني بزاف هاد الفوة كتعاونه وفي الاخير الله يشافي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته